اهلا بكم الجديد قال الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيزور طهران يوم الثلاثاء المقبل وسيلتقي نظيريها تركي رجل طيب اردوغان والايراني ابراهيم رئيسي واشار الكرملين ان القمة الثلاثية ستبحث الملف السوري هذا وتعد القمة هي الاولى بين زعماء الثلاثة منذ تولي رئيس منصب الرئاسة في ايران عبدالقادر ضويحي والتقرير التالي يفتح باب مر زمن على طرقه والعبور من خلاله الى نقاط تفاهم جديدة والباب ذاك هو صيغة اسيتانا التي تعنا بالملف السوري يقول الكرملين ان الرئيس فلاديمير بوتين سيزور طهران الثلاثاء المقبل وسيعقد اجتماعات مع الرئيس الايراني ونظيره التركي رجب طيب اردوغان الذي يزور طهران في ذات الوقت اعلان الكرملين سبقه اتصال هاتفي بين اردوغان وبوتين اخذ الملف السوري حيزا فيه لكن القمة الثلاثية المقبلة في طهران على اجندتها ملفات ثقال كثيرة اولها العملية التي تنادي بها انقرة في سوريا وثانيها ملف المساعدات فضلا عما كشفت عنه طهران مؤخرا بقيامها بدور وساطة بين دمشق وانقرة القمة الثلاثية هي الاولى في زمن الرئيس ابراهيم رئيسي وبالنظر الى الاستراتيجية المتبعة بين البلدان الثلاثة فان اي انسداد في التوصل الى تفاهمات بين الساسة والعسكر تحول الملفات سريعا الى الرؤساء الذين سبق ان انهوا انسدادات كثيرة من سوتيشي الى اسطنبول يبقى التساؤل عن مدى احتمالية الوصول الى توافق في ظل متغيرات كثيرة يشهدها الاقليم فموسكو التي تناكف خصومها الغربيين متأثرة بما فعلوا معها في الملف الاوكراني تجد اليوم في سوريا ساحة للانتقام فهل تلعب انقرة دورا في اقناع طهران وموسكو بما تراه ضروريا بعيدا عن ربط الملفات وانما السير وفق استراتيجية الفصل للتعليق على الموضوع معنا في الستوديو البحث السياسي الدكتور سعيد الحاج مساء الخير دكتور سعيد قمة ثلاثية على مستوى رؤساء أستنى الثلاث التركي رجل طيب بردوغان والايراني والروسي في طهران يوم الثلاثة القادم بداية ما دواعي هذا الاجتماع؟ يعني هو يبدو لقاءا غير دوري بالمناسبة وأعتقد أن أول من تحدث عنه كان لافروب خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة ويبدو أن الإعلان هو عن الملف في السوري لكن في نهاية المطاف أعتقد أن أهم الملفات المتعلقة بسوريا هي العملية التي تلوح بها تركيا مؤخرا في سوريا والتي تقول أنقرة أنها استكملت يعني إعداداتها اللوجستية والعسكرية والميدانية لكن لا يبدو أن العلاقات السياسية والتواصلات مع المختلف الأطلاف وتحديدا واشنطن وموسكو أدت إلى أن ترى أنه ظروف مهيئة لهذه العملية واضح أن موسكو رغم خطابها الذي يعني يبدي تفاهما لمنطلقات الأمن القومي التركي لم توافق تماما على هذه العملية واضح أن أيضا واشنطن ضد هذا الأمر وبطبيعة الحال نتفهم أن أيضا إيران ستكون ضد هذه العملية وبالتالي واضح أن موسكو تريد أن تناقش هذه العملية أو تناقش ما تريده تركيا أو تطلبات الأمن للقومي التركي في سوريا من خلال هذه العملية على طاولة ثلاثية بحيث يكون هناك اتفاق أو تفاهم ما بحيث إذا ما أرادت تركيا أن تحقق شيئا ما في الشمال السوري أن تأخذ الدولتان روسيا وإيران شيئا في المقابل لهم من تركيا مثل ماذا يعني على ماذا سيكون التفاوض وإلى ما ستخلص إلي هذه الاجتماعات بتوقعاتها شوف في النهاية روسيا تستشعر بأن انشغالها في الحرب الأوكرانية سوف يطول وبالتالي عادة التموضع نوعا عسكريا وسياسيا في الملف السوري وهذا فتح مساحات لتركيا وأيضا لإيران ربما في عادة التموضع لكن روسيا تريد أيضا أن يكون لذلك ربما ثمن في المقابل أعتقد أن ما يهم روسيا وإيران اليوم محاولة فتح جسور أو علاقة أكبر يعني ليست علاقة أمنية وعسكرية كما تتحدث أنقرة أكثر من مرة وإنما علاقات سياسية ربما هذه المرة بين أنقرة ودمشق الواضح أن تركيا ليست في هذا الوارد وحتى التصريحات التي وردت الأسبوع الماضي وخلال الأيام الماضية من إبراهيم قلن مثلا ناطق باسم الرئاسة وحتى وزير الخارجية تركيا وعلى مسؤولية التراك أن تركيا ليست ذاهبة لعلاقة تطبيع سياسي مع النظام السوري هي تحصر الأمر في قناة عسكرية وأمنية فيما يتعلق بمثلا ملف المليشيات الكردية الانفصالية أو ربما أمن الحدود أو ما إلى ذلك لكن أكثر من ذلك أنقرة ليست مستعدة لكن واضح أنه طهران وموسكو يريدان أن يضغطوا بهذا الاتجاه على الأقل تصريحات عبداللهيان وتصريحات الإيرانية أيضا تصف في هذا الأمر أنه لديكم مصلحة مشتركة في عدم تقسيم سوريا لديكم مصلحة مشتركة في مواجهة المليشيات الانفصالية لديكم مصلحة مشتركة في عودة اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا لديكم مصلحة مشتركة في كذا وكذا وكذا بالتالي ينبغي أن يكون هناك قناة حوار رواشرة لا أعتقد أنه تركيا في هذا الورد لكن أنا أعتقد أيضا أنه ربما موسكو ستضع أيضا أمور أخرى على الطاولة هناك مثلا تخوف إيراني وروسي أعتقد أنه أن تكون العملية تركية ليس كما أعلن مثلا والله تل رفعة من بج ثم شرق الفرات أن تتوقع أكثر مثلا في حلب مثلا هناك شعور أو تخوف بهذا الاتجاه أو لذلك أعتقد أنه مثلا بشار الأسد ذهب أو ذهب به إلى حلب إلى حلب للاستعراض شيء ما أو ليسر رسالة معينة بهذا الاتجاه الأهم من كل ذلك هو كيف يمكن أن يؤثر هذا الاجتماع على نية تركيا الإقدام على عمل عسكري في سوريا هل يمكن أن يثنيها هذا الاجتماع عن هذا العمل شوف إذا تحددنا في السياق كامل والروية التركية لا أعتقد أن ذلك سيثنيها لأن تركيا ترى أن هناك استراتيجية متكاملة لإبعاد مقاتلي قسد والمنظمات الانفصالية عن حدودها حتى عمق ثلاثين كيلومتر وأنها دون أن تفعل ذلك لا يمكن أن تؤمن أمن حدودها ولا أمن قواتها الموجودة في الشمال السوري بالمناسبة فضلا عن مشروع إعادة مليون سوري الذي تنظر له تركيا بأهمية متعلقة حتى بالانتخابات وهذا أمر أيضا متشابك في المسألة الداخلية التركية وله أهمية بالنسبة لأنقرة وبالتالي أنقرة مصر على هذا الأمر وترى أن تفاهماتها السابقة مع موسكو ومع واشنطن يوفى بالالتزامات تماما تحديدا من قبل موسكو وواشنطن وبالتالي هذا أدى إلى ثغرات معينة بغي أن تستكملها ولذلك على المستوى الاستراتيجي لأن تركيا مصر على ذلك كلما سنحت لها فرصة لاستكمال خطوات إضافية تبني على الخطوات السابقة والعمليات السابقة أعتقد أن أنقرة ستذهب لهذا الأمر وهذا ما حصل تلويح الأخير من هذا الباب من باب الدور المتنامي لها على هامش الحرب الروسية الأوكرانية وأهميتها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحتى بالنسبة لروسيا لكن في المقابل فيما يتعلق باللحظة الآنية إذا لم ترى تركيا بأن خطوتها مؤمنة وتحقق لها المكاسب المرجوة وأن فيها خطرات معينة يمكن لها أن تؤجلها ولذلك أنا أعتقد أن الأمر بالنسبة لأنقرة هو بين التنفيذ والتأجيل نوعا ما لظروف أكثر تهيئ وليس أنها سوف تغير رأيها تماما أو تترك هذا الأمر تماما لأنه يتنظر أن هناك ثغرات حقيقية بالنسبة لها لا يمكن لها أن تستمر طويلا إذن باختصار شديد بمقابل لا نريد أن نقول ضوء أقدر ولكن بمقابل إرضاء أطراف أستانا بالنسبة لأنقرة ما المكاسب الإيرانية والروسية في حال سمحت أو تم التوافق من هذه الدول أو تأمين قيام تركيا لعمل عسكري في الشمال يعني إذا ما استثنينا بعض المطالب متعلقة بالنظام أو متعلقة بأمور أخرى وما إلى ذلك هناك مصلحة روسية وإيرانية حقيقية في أن عملية عسكري من هذا النوع قد تؤدي لزيادة هوة الخلاف وضعف الثقة ربما دعني أقول بين أنقرة وبين واشنطن واشنطن ما زالت تنظر لهذه الميليشيات على أنها حلفاء محليون له وبالتالي لا تريد لأنقرة عملية في شرق الفرات ولذلك مثلا انظر أن التصريحات الروسية التي أبدأت تفاهما لأنقرة تتحدث دائما عن شرق الفرات وعن فكرة تقسيم سوريا عفوا على قصده بالتالي أن تركيا لا يمكن لها أن تبقى مقطوفة للأيدي أو متفرجة هي تشجع تركيا على العملية من هذا النوع وليس أن تكون مواجهة مثلا ضد النظام أو في عمق الأراضي السورية ولذلك هذه مصلحة روسية حقيقية فضل عن الأمور التي ذكرناها قبل أقل الله أريد أن أستذك الوقت أشترك جزيل أشكر البحث السياسي الدكتور سعيد الحاج كنت معنا في أستوديو شكرا لكم كذلك مشاهدين لحسن المتابعة للمزيد زوروا سيريا دوت تيفي إلى اللقاء شكرا للمشاهدة